ننتقل إلى الوضع في إقليم ناجورنو كاراباخ تجددت الاشتباكات في هذا الإقليم ومحيطه اليوم رغم إعلان أرمينيا وأذربيجان قبلهم الهدن الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد وتبادل الطرفان مجدداً لاتهامات بعدم الالتزام بالهدن الإنسانية قالت قوات الدفاع ناجورنو كاراباخ إن القوات الأذارية وصلت انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار صباح الاثنين بقصف جوي ومدفعي في الاتجاهين الشمالي والجنوبي للإقليم وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية إن مدرستين في مناطق بأرمينيا تعرضتا لأضرار بسبب ضربات لطائرات بدون طيار تابعة للجيش الأذاري وعلى الجانب الآخر اتهمت وزارة الدفاع الأذارية تهمت أرمينيا بعدم الالتزام بالهدن الإنسانية والصعي لزيادة التوتر في جبهات القتل موسيقى